السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام وزوار موقع المهاجر كما العادة كنجيوكم فيديوهات مفيدة ومهمة جدا هاد المرة هدي جينا لكم بواحد الفيديو لي هو مهم جدا هاتش يعليش كنطلب منكم الدعم بالاعجابات لهذا المقطع دي الفيديو كذلك فارتجيوهم عن الناس اللي غدي تسافر واللي غدي تجي عن طريق سبتة العديد من الاخوان يقطعوا على مدينة سبتة للحفاظ على جيوبهم عارفين بأن الجزيرة الخضراء طنجة المتوسط شركات ديال النقل البحري كلها رفعت الأتمينة ديالها باش نكونوا مواضحين عارفين بأن معظم الشركات ديال النقل البحري هي شركات إسبانية ورفعت ثمن على طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء وطيحات ثمن على طنجة المتوسط سبتة مع أنها يعني تقريبا نفس المسافة ولا على الطنجة المتوسط قل يعني في المسافة معلناش كاين ثمن مرتفع جدا الطنجة المتوسط والإخوان كاملين اختاروا يمشيوا من سبتة مزيان الإنسان يحافظ على جيبه ومزيان الإنسان كذلك يكون حاذر حاذر من بزاف ديال الأمور سنخليكم مع واحد فيديو اللي هو مهم جدا من عين المكان وهذا هو الضور ديال القناة المهاجر هي أنها تقلب على مواضيع مفيدة ليس فقط خلق الفتنة والإطارة والعناوية المتيرة سنخليكم مع الفيديو من عين المكان يعني مع الصديق والزميل الصحفي سعيد نعام مراسل القناة وارجع معكم ذلك الساعات وعدنا نعلم نقوم زيان على هذا الموضوع هذا وسنعطيكم نصائح مهمة جدا فخليكم معنا وما تمشيوا فيه مشاهدي قناة صوت المهاجر مرحبا بكم مرة أخرى ودائما في إطار البحث وتقديم كل ما هو متميز اليوم غادلنا نتكلم على واحد الموضوع مهم للغاية وهو موضوع السرعة هنا داخل مدينة السلطة وأوجهوا هذه النصيحة بالأخص للإخوان المهاجرين القادمين من البلدان الأوروبية واللي يفكروا يعبروه عن طريق مبرد الطرخل هنا بسبتا واللي أربما ما يرضوشي لبن المجموعات الحويجات ومن بينها هذه السرعة التي نتبهوا لله بحيث أن من هنا هذا الشارع الرئيسي اللي كيوصل حتى النقطة الحدودية واللي السرعة فيما كتجوز في ثلاثين كيلومتر في الساعة على الاعتبار أنه يشكل يعني جزء من المدار الحضاري وهي بحقيقة سبتا كلها تعتبر كلها مدار حضاري فالرجاء كل الرجاء الحضار من هذه المسألة هذه لأن هنا كانت كاميرات مراقبة ومشي بالضروري تكون كاميرات مراقبة موجودة حتى نحترمو القوانين السير باش ننجيوا نفسنا وننجيوا لغير كذلك فكثير من الناس يدخلوا بذيك الفرحة وذيك الاشتياق لهم يمروا هاد المسافة يقضيوها بواحد يمشوا فيها بواحد السرعة فائقة وإذا ضبطتهم الكاميرا وغالبا هي كالضبط كل حركة فالغرامة المالية اتراوح ما بين مئتين أورو فما فوق حسب السرعة اللي غادي بها الشخص ثم نقص من النقاط ديال رخصة السياقة طبعا الأمر يهم كذلك حتى القادمين من المغرب باتجاه سبتا واللي ميرضوش البال من هاد الطريق هادي ويمشوا فيها بسرعة وما يضنوش على انهم فقط لمجرد انه كيحمل اللوحة ديال سيارة مغربية فما غا توصلوش هادك الغرامة المالية بل بالعكد هادك الغرامة المالية غا توصلك حتى من الدار ديالك عن طريق القنصلية الإسبانية كرسالة إشعار وخصك تخلصها ولما خلصتها شي نهار اللي غا تجدد تبغي تجدد التأشيرة ديال الصفر ديالك بالنسبة للقادمين بتأشيرة السفر طبيعة الحال ماري غا تجدد تأشيرة السفر غا تطلبها لكي الولاد خلصها لعطيوك التأشيرة فتفديا كل هاد المشاكل رجاء ان شاء الله اندوزوا العطلة ديالنا على أحسن ما يرام ولا داعي للسرعة الانسان كي يستنسب تره هنا كي يبقى جيل متر يدخل بلاده فان شاء الله شوية دية الصبر وشوية الحضر وشوية تعامل تعامل بعقلانية مع الطريق تحياتي لكم وإلى لقاء آخر وإلى موضوع آخر إن شاء الله مع تحيات سعيد نعم سبتة صوت المهاجر وارجعت معكم الإخوان كما كتشوفوا كان بعض الأمور اللي هي بسيطة وما كي يضلهاش الإنسان لبال نحن عارفين بأن الإنسان من كي يوصل ذلك المنطقة هذيك بالضبط هي كتشمر ريح هذه البلاد كي يقول للإنسان بغير يفوت غير يقطع يعني لأنك يكون طال الانتظار بزرد الأمور ولكن خاص احترام القانون هنا القانون ما كيرحمش هذه العلامة ذي الثلاثين اللي ورنا الزميل والصديق الأخ سعيد نعم هي مهمة جداً إلا مرضيتي لهاش البال قد يتحف الفخ شنو غيترالك قد يتدوز من تماك سواء كنتي بالإقامة كنتي من دولة أوروبية أخرى وأقول وأعي ما أقول بالنسبة للإخوان اللي كي يجيون من فرنسا هولندا عندك يجيب لكم البال أنه ما غير يوصل لكمش الغرامة وما غير يمشيو لكمش نقاط من رخصة سياقة يعني هذا الموضوع هذا دي الرخصة السياقة في التحاد الأوروبي هو معمام وكاتجي الغرامة كاتجي كاتوصلك 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 إنا كنتمك كاميرات بالرادار أما بالنسبة للإخوان اللي كي يجو بفيزا سياحة تأشيرة سياحة وكيدخلوا من المغرب طالعين الإسبانيا وكيدوزوا على سبتة ولا كيدخلوا يطلب غير ضويرة في سبتة ويرجعي خرج إلا أخذي تأشيرة وكتاخد تأشيرة موالف كتاخد تأشيرة إلا جاتك غرامة مالية رغي يخصك تخلصها سينوعة مركة تحلم بتكتأشيرة مازال فهذا الشيء علاش؟ سنكونوا واعيا بهذه الأمور هذه كانت بثاف الأمور اللي قنا نضروع عليها إن شاء الله مستقبلاً مازال نوضحوها لكم كذلك كثيرة داخل إسبانيا بالنسبة للإخوان بالأخص اللي كي يجو من دول أوروبية أخرى وانتا كتعبر إسبانيا بلما نضروع عليها مدينة سبتة نضروع عليها شيء بالجزيرة الإبيرية وانتا عبر شيء بالجزيرة الإبيرية كان بزاف ديال الأمور اللي تقدر تطيح فيها بزاف ديال المخالفات اللي تقدر مرض لها بزاف البال ومنها العديد وسبقوا تحت عليها مثلا غير السياقة بدون حذاء ولا السياقة يعني واحد النعل اللي كيكون مفتوح يعني مكشوف ماشي مسدود ما عندوش سدادة دياله هذو أمور اللي تقدر تطيح فيها إذا كنت سايق ما تسوقش بدون حذاء وما تسوقش بنعل اللي كيكون مفتوح مكشوف يعني ذاك الصندالة اللي كنقول لها احنا بالدريجة ديالنا هذي بزاف ديال الأمور اللي يقدر يتطيح فيها الإنسان فأنت غادي مسافر كتشتر عارفين بإنه يعني التذاكر غالية بزاف والسبب ديال الغلاء ديال التذاكر هو أن الشركات تفاهمت بيناتها قلت لكم سبعتوا واحد الأوديو درتو أمس يعني من طرف صديقته هو كيشتغل في وكالات أصفار قال لي بإنه السبب ديال الغلاء التذاكر هو أن الشركات متفاهمة بيناتها الشركات البحرية الشركات البحرية غلات طنجر متوسط ومقسات من الثمن ديال سبتا وديال مليلية مليلية زيدة واحدة شوية لأنها بعيدة يعني جغرافيا على شي في الجزيرة الإيبرية ولكن سبتا قريبة واحدة شوية وخا أقرب نقطة هي تنجر المتوسط ولا ميناء طريفة من ميناء طريفة تنجر المدينة هذه الموانئ هذو متقاربين بالزاد فهذه هي أقرب النقاط ولكن هما اختاروا أنهم يتنضعوا من الثمن في ذاك النقطة هذي يعني ديال تنجر المتوسط باش الناس كتدخل على مدينة سبتا لقسيصات ديالها أعرف واحد يعني واحد الكساد لهذه مدة طبيعة الحال فغايستغلوا هذي الفرصة هذي باش ينتعش القسيصات مزيان ماشي مشكل احنا بغينا للمهاجر يمشي مرتاح وما يتاحش في الفخ كين هذي الأمور هذي هو القانون يحترم الإخوان صراحة كما قال الأخ سعيد مشي حيتاش تجيك الغرامة ولا ما تجيكش الغرامة عندي ثلاثين غل نمشي بثلاثين وهذا الشي هذا راه تحدثنا عليه في قانون السير الإسباني اللي يالله تخلي حيستنفيد سبقنا وشرحنا له للإخوان مهم جدا النقاط ديال الرقصة السياقة هي الطامة الكبرى إلا مشاولك النقاط ديال الرقصة السياقة رغت توليف واحد الكارتة عظمى خصك دوز امتيحان وبالزاف ديال الإخوان اللي مقارينش واللي عندهم مشاكل حنا ذيشا كنا نضروع على رقصة السياقة كنا نضروع على المعاناة ديال المهاجر المغربي فأجي انت وطيع يعني النقاط ديال كاملة الموبيل الموبيل للإخوان تليفون ما نحزوش ما نقيسوش تجيب بائس ما نخربش فيه كيمشوف فيه النقاط كتيرة وتقدر تبقى يعني إلا كان خمستاش نقطة بويلة إلا هزيت غير ذاك الموبيل هذاك جوج مرات في الطريق وجدتك الكاميرا اللولة وجدتك الكاميرا الثانية مشاولك النقاط ديال الرقصة السياقة مهم جدا هذه أمور لي مهمة جدا الإخوان بغيتكم تركزوا معها يعني بزاف لأنها مهمة فكن طلب منكم تبارتاجيوا هذا الفيديو هذا على أوسع نطاق هذه المنطقة هذه كراها فخ ومازال إن شاء الله بإذن الله إلا عجبتكم هذه النقاط ديال الفيديوهات الصديق والأخ سعيد نعام مازال غيدخول حتى الجزيرة الخضراء أغي وري لكم النقاط ديال العبور غي وريكم بزاف ديال الأمور لي مهمة جدا تعرفوها وغادي يواكب يعني عمليات مرحبا من جزيرة الخضراء حتى الميناء سبتة بش تعرفوا باقي التفاصيل لأن عارفين بأنه غيكون واحد اقتضاد كبير بزاف ديال الإخوان ليختاروا القطعوا على ميناء سبتة لأن التمن منخفض جدا على باقي الموانئ المغربية فرحلة سعيدة للجميع والحضر ثم الحضر ثم الحضر للإخوان باش ما تعودوش نادمين كما كنقولو هذا هو الفيديو ديال نتمنى يكوننا الإعجاب ديالكم فما تنساوش تدعموه بالإعجابة ديالكم بارتاجوا مع الإخوان اللي محتاجينو فعلا في هذا الوقت هذي وعطلة سعيدة لن جميع نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خورج كنوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم